إنتي دلوقتي واجبتك إيه في اليوم؟ التزامك شكله إيه؟ باكل تقريبا من 7 إلى 8 مرات في اليوم واجبات صغيرة لأنه إحنا بعد عملية التكميم المعدة بتبقى صغيرة تقريبا 25% زي أسماء باشي على نظام برد بالضبط فبجبع بسرعة وبجوع بسرعة زي البابيهات زي معدة البابي بالضبط فطبعا كنت مغدودة وكان عاملة زي لأول ما عملت العملية زي ما يكون عربية مقتورة إنت مركب لها مقتورة بتاع عربية 27 فما كنتش عارفة كنت بهنج عارف اللي هو لسه مش قادر أتعامل مع كمية الأكل الصغيرة فما ابتدأ وزني ينزل خلاص ابتدت العربية ما بقيتش مقتورة طب ما فيش فكرة اليوم الأجازة في الأسبوع ما نقدرش لو نخرق فيها أنا خمس سنين دلوقتي ما شفت الخمسة فعندي اليوم ده طبعا بس هي كمية صغيرة يعني أنا أكتر حد يعني أنا عندي صفحة أنا أكتر حد بتعقب الحمد لله تاخد اليوم الأجازة وتتعقب والله أنا فيه بوست كده وإيه شكل العقاب بيديني الدكتور بيور سبعين بيور بس أنا بهنج يعني بشرة بعلبة عشان بس يعني عصير عصير إنتي ما بتهرجيش ولا يوم لا لا بقع وروح أعياد ميليهد وبعمل بس هو القطع قد كده ما بقدرش لإنه بيحصل زي فورماتينج أو يعني المعدة نفسها ما بتتعرفش على الحاجات اللي أنا كنت بحبها قبل كده وإنتي ما ب Stuحاشكيش الرم رم برم رم طبع برم رم دي focusing طوالوحد بعيش برة واحدة بس واحد بعيش برة واحدة بس حاول مية دافية باكل توست ودايت مع بيت مسلوق بيت حليب أو شايبة حليب بعدها باخد سناكس أي فاكهة الغداء أي حاجة مشوية مع رز وصلطة بس مع علاقتين رز اللي هو حاجة طبيعية بس بقلل من أكله وفي نفس الوقت بقلل الفات بس أنت بقلك على الحكاية دي قد إيه لأ أربعة سنة دلوقتي عايش حياتي كلها بالنظام ده بالضبط عشان ما زيتش إيه بقى بتعمل إيه دلوقتي هذه باكل كل حاجة بس الصحية يعني يعني هي الصفحة عملت سويتشنج لحياتك من حياة غير صحية لحياة صحية وبتقنعك بكده تغنيه مجازة؟ أه طبعا لازم بيبقى فيه مفيش صحفي قوي يعني لا هو ليه حدوده وليه تعليماته برضو يعني يعني حتى لو مش خرفي تخرفي بنظام أيوه هي أجمل حاجة في الصفحة كده إن هي يعني الأول كنت بروحي لدكتور بيديك وراء أقول لك امشي على دي هتبقاش فاهم أي حاجة يعني بتمشي عليه خلاص يعني مش فاهم النهاية إيه يعني إيه اللي عملتي فكان أنا حراف رهيب بقى عن النظام يعني إيه حراف رهيب إيه اللي عملتي بقى اللي خفتي تحكي لحد اعترفي بيه على هوا أنا اعترفت يعني الدكتورة ياسمين صراحة قد من الناس يعني أقول لحضرتك فيه واحدة حبيبتي جات وخبزت لي عيش بلدي عندنا في بيه؟ كان جاي ليه دي قلت لها تعالي علمين الخبيز فجات خبزت اللي عيش البلدي وريحة بقى طلع حضرتك واللعيش بقى ضربتي لعيش كله ما كانش يوم فريق يعني يا رب حاوز بلاي مش طرار جيد بس ما قدرت في صراحة ومتسح برغيف حتى فيه جبن بيضة يعني مش طاق يعني أكلت بس ريف بلدي جبن بيضة ده اللي انحراف اه انحراف رهيب يعني بعضيه بس انا عارفة تعليميتي وعارفة حضرتك احنا فيه حاجة ميزة عندنا انحنا فقدر الضوء احنا مع بعض طب ادعموا بعض طب ادعموا بعض